عرضت قناة سكاي نيوز العربية فيلماً وثائقياً بعنوان قطر الطريق إلى منهاتاً والذي كشفت فيه علاقة مشبوهة ووطيدة بين وزير الداخلية القطري السابق والعقل المدبر لأحداث الحادي عشر من سبتمبر المأساوية خالد الشيخ محمد ما يعد دليلاً دامغاً جديداً على دعم قطر المستمر للإرهاب منذ ما يزيد على قدين من الزمان فكر هدام وأهداف أقرب ما تكون إلى أرعب الأحلام تطابق وتزاوج لفكر القاعدة المتطرف مع فكر الإخوان المسلمين الإرهابي اجتمعت في رأس خالد شيخ محمد الذي كان من أخطر الإرهابيين الذين عرفهم العالم بأسره ولأنه كذلك ارتبط اسمه برؤوس الإرهاب على مستوى العالم رأس القاعدة والذي ما لبث أن أصبح أداة من أدواته يخطط ويدير ويفجر ويختفي فجأة كيف لا؟ والحاضنة القطرية ترعاه وتتبناه كانت له ارتباطات مع الجميع في تنظيم الجهاد بزعامة عبدالله عزام التنظيم الأم للقاعدة كان على علاقة بمعظم الإسلاميين في العالم فقد كانت شخصية المحورية في عالم الجهاد وكل أولئك الذين عرفهم في تنظيم الإخوان المسلمين انتهى بهم المطاف في تنظيم القاعدة لذا كانوا مجموعة من الإخوان المسلمين الذين شكلوا تنظيم القاعدة آنذاك في قطر كان أقرب شريك له هو عبدالله بن خالد الثاني الذي كان يرعاه ومنحه وظيفة وقد تم في نهاية المطاف ترقية عبدالله بن خالد الثاني لتسلم حقيبة الداخلية عبدالله بن خالد الثاني وزير الداخلية ووزير الأوقاف وزير الإرهاب القطري غضاء خالد شيخ محمد ومموله صاحب الدور الأكبر في تنفيذ المشروع القطري الإرهابي منذ أن كان أداة للأمير الوالد للإطاحة بوالده أحزم أمري بعد موافقة ومبايعة وتأييد من العائلة الحاكمة الكريمة والشعب القطري الكريم وأتسلم مقاليد الحكم في البلاد 27 اسما مختلفا 27 هوية كانت لشخص واحد تدعمه قطر خالد شيخ محمد الذي جاب العالم بفكره لتنفيذ أخطر العمليات الإرهابية بأموال قطر التي كانت تجمع عن طريق جمعيات تدعي أنها خيرية أبرزها مركز قطر للعمل التطوعي وجمعية قطر الخيرية ومؤسسة عيد الخيرية كان لدى خالد شيخ محمد 27 هوية مختلفة و27 اسما مختلفا نحن نتحدث هنا عن أوراق ثبوتية هامة لا يمكن الحصول عليها بسهولة إلا عن طريق معارف أخوياء يدعمونك وهذا الشيء كان يعتبر مثلما الآن لب المشكلة التي تواجهنا جميعا مسلمين وغير مسلمين إذ لا يمكن للإرهابيين بناء أي قاعدة من دون دعم من أشخاص ذوي نفوذ وقد كان بإمكان خالد شيخ محمد فتح الكثير من الأبواب بالاستعانة بمعارفه كما ذكرنا سابقا كان يعيش في شقة في مجمع سكني يملكه عبدالله بن خالد فكيف حصل على هذا السكن في حين أنه كان مجرد مهندس مياه بسيط في قطر في الوقت الذي كان فيه أيضا متورطا بأعمال إرهابية وبعد هذا كله جاءت قطر بخالد شيخ محمد إلى داخل أراضيها وظفته وأسكنته وعندما علم الأمريكيون بمكانه طالبوا قطر بتسليمه ولكنها أبت أن تكون من مكافحي الإرهاب منذ أكثر من ثلاثين عاما كانت قطر موجودة على الدوام في الطليعة لدعم المنظمات الإرهابية في العالم عن طريق المال والأجهزة الحديثة والأسلحة والتنظيم والحماية خذ على سبيل المثال مالي وموريتانيا وليبيا واليمن أينما نظرنا على الإرهاب في العالم نجد دائما تمويلا قطرية فقد كانت قطر دوما داعمة لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر التنظيم الأم لجميع التنظيمات الإرهابية ولا تزال قطر تدعم جماعة الإخوان المسلمين حتى يومنا هذا كما قامت أيضا بدعم تنظيم الدولة في العراق والشام بالملايين عن طريق إرسال أسلحة إلى هذا التنظيم لو لا خالد شيخ محمد لما كانت لهجمات سبتمبر أن تحدث أو أي هجمات لاحقة لأن الفكرة كانت فكرته وعمل عليها فترة طويلة دور عبدالله بن خالد آل ثاني كان أكبر بكثير من مجرد ممون للإرهاب بل استغل سلطانه الحكومي وأخرج خالد شيخ محمد من الداخل القطري ليختبئ في ألمانيا ومنها ليفكر ويخطط ويتجه إلى تفجير برجي التجارة العالمية فيما أسماه ورفقائه بغزوة منهات ليخرج بعد ذلك من هذا الفكر المتطرف تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وغيرهم من الأفكار الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا ومصر واليمن والتي لم تتوانى قطر عن دعمهم وإيوائهم وتقديم العون والرعاية لهم